في مشهد يجسد روح الأخوة والصداقة بين البلدين الإمارات وإندونيسيا يرسم ملامحها تلك الزيارات المتبادلة بين قادتي البلدين زيارات عدة شكلت فارقاً وعلامات مضيئة في تاريخ التعاون الثنائي بين البلدين بعد بداية علاقة دبلوماسية انطلقت منذ عام 1976 لتأخذ منحاً تصاعدياً متميزاً في بناء العلاقات الإماراتية الاندونيسية وحملها إلى آفاق جديدة مع الزيارة التي أجراها الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان طيب الله ثراه لإندونيسيا في مايو من عام 1990 وكانت بمثابة نقطة تحول في تقوية علاقات البلدين وفي مايو عام 2006 أجر الرئيس الاندونيسي السابق سوسيلو بامبانج يوديونو زيارة لدولة الإمارات تلتها زيارة أجراها فخامة جوكو ويدودو رئيس اندونيسيا في سبتمبر عام 2015 اتصالة هاتفية ورسائل خطية لمناقشة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وزيارات متبادلة لوزراء مع وفود رفيعة المستوى بين الجانبين وفي يوليو عام 2019 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله زيارة لإندونيسيا وفي نوفمبر عام 2021 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتشكلت زيارتان مرحلة تاريخية مهمة في علاقات الصداقة الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين وهي علاقات قامت على الروابط التاريخية الوثيقة والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة واحترام سيادة وسلامة أراضي كتا الدولتين إلى جانب الطموح المشترك للسلام والاستقرار والازدهار الدولي وفي يوليو عام 2022 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حيث تم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتوطيد العلاقات التجارية البينية بين البلدين كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان اندونيسيا في قمة مجموعة العشرين حيث حضرت دولة الإمارات كدولة ضيفة في القمة عقب الدعوة التي تلقاها سموه من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا في نوفمبر عام 2022 لتؤكد القيادتان على سمو العلاقة بين الدولتين وتوقيع اتفاقيات تنائية ومذكرات تفاهم في جميع المجالات لتعمل الدولتان جنبا إلى جنب بروح التعاون البناء لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر